عجلة الحرب في أوكرانيا لا تتوقف عن الدوران فصول أربعة عاشتها المعركة في انتظار فصل خامس كييف تستعد لصد هجوم روسي محتمل خلال الربيع هجوم يسبقه تاكتيك روسي جديد يتمثل في إطلاق مناطيض تحمل عاكسات رادار فوق أوكرانيا للحصول على معلومات بشأن أنظمة الدفاع الجوي الأوكراني لإجبار كييف على استنزاف مخزوناتها القيمة من الذخيرة وصواريخ أرجو حسب الدفاع البريطانية لمواجهة ذلك الأوكرانيون فتحوا خطة تعبئة طوعية جديدة وفق صحيفة الطايمز الصحيفة ذاتها نقلت عن مستشار زيلنسكي قوله إن معركة السيطرة على بخموت مهمة وإن أوكرانيا لن تتخلى عنها أبداً إذ تعتبرها مفتاح الصراع ولا مجال لخسارتها فالسيطرة على بخموت ستشكل نقطة انطلاق بالنسبة لروسيا للزحف نحو مدينتين أكبر هما كراماتورسك واسلوفيانسك التي تقعان أبعاد باتجاه الغرب في دونياتسك ما سيعيد إليها الزخم قبل الذكرى الأولى لانطلاق الحرب ولتحقيق هذا الهدف تطالب أوكرانيا حلفاءها الغربيين بالمزيد من الطائرة المقاتلة والدبابات الحربية المتقدمة في وقت تؤكد كييف أنها تحتاج أيضاً صواريخ بعيدة المدى لصد الهجوم الروسي واستعادة السيطرة على المناطق التي خسرتها فالجيش الأوكراني يستهلك القذائف بوتيرة أسرع مما يمكن للغرب أن يصنع حسب رويترز ما يمثل عقبة أخرى أمام قوات كييف خلال المرحلة المقبلة بلال البجديني العربية